السيد محمد سعيد وفي ذات الصياق الحديث عن فرص للتوصل لإطلاق النار يأتي هذا التصريح وهذا الحديث من قبل هاكستاين المستشار الأمريكي بعد يوم مما ذكره مسؤول العلاقات العامة في حزب الله أنه هناك جهود من قبل إيران، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل ووقف إطلاق النار في لبنان ومن ثم يأتي هذا أو في صدد هذا التصريح لموقع أكسيوس نقلاً على المستشار الرئيس الأمريكي بنفي أي تدخل روسي في جهود واشنطن لوقف الحرب بين إسرائيل ولبنان كيف تقرأ هذا التأكيد من قبل مسؤول العلاقات العامة ونفيه من قبل واشنطن؟ يعني هو بالنسبة للموضوع الروسي روسيا لم تطلب أصلاً أن تكون موجودة في عملية التفاوض وفي المساعي التي تجري وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي هو الذي ذهب إلى موسكو وهو الذي طلب أن تشارك روسيا في يعني مش الضغط يعني التواصل مع الرئيس مشار الأسد في سوريا من أجل اتخاذ قرار بمنع إدخال السلاح إلى حزب الله هذه هي المسألة بالنسبة لروسيا أما بالنسبة للموضوع ككل يعني وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب في غزة وفي لبنان شعار طرحه ترامب وهناك في الإدارة من يعمل على ذلك ولكن مفقائية شروط إذا كان مثل الشروط التي تطرح على لبنان يعني معناتها شروط استسلام ولا أعتقد أن لبنان يمكن أن يستسلم أمام الجيش الإسرائيلي خاصة وأن هذا الجيش لم يحقق أي إنجاز بعد حقيقي على الأرض ولم يحتل أي قطعة أرض من لبنان لكي نسميه هذا إنجازا نتنياهو قال اليوم يعني لم نستطيع أن نحقق إنجاز أكبر من إنجاز اغتيال حسن مصر الله هو يعتبر أن هذه العملية يعني تعتبر إنجاز كبير ولكن في نفس الوقت يعني التصرف الأمريكي باتجاه المنطقة كما قلت يعني لا يمكن أن نضعه في الخانة الإيجابية لأنه لا يزال محل الاختبار الآن لم يقدم أي شيء بالعكس هناك إشارات سلبية ولكن هو بمحل الاختبار الآن في هذه المرحلة ما الذي سيفعله